وإحنا اللي طاق فيين وقال يعني إحنا ما عندناش لسان نرد بي بسعى النفس السؤال مرة تانية وتالتة وربعة إذا كان في بلدي مصر بفكر حماس وفكر حزب الله اللي هو فكر الأزهر تختطف بنات المسيحيات ويتم إرغامهم ترجمة نانسي قنقر مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله من قناة الصوت الصرخ أقدم لكم هذه الحلقة إسرائيل بتدرب وإيران بتدرب طلع واحد فلسطيني مع سلح دخل على مجموعة قتل فقال لك الهجوم الإيراني أصفى عن مقتل واحد بس فلسطيني قناة بالكلة اللي جاية قتلت واحد فلسطيني لكن واحد فلسطيني بسلح دخل على ناس آمنين قتل تمانية التمانية منهم ستة ستات قدي صورة بس الأربعة منهم أهم التمانية اللي قتلهم الإسرائيل اللي دخل مش تمان جنود لا ولا تمان عساكر لا تمانية منهم ستة ستات قاعدين برضو في مكان فرق فيهم قادي اللي احنا بنقدر عليه طيب دلوقتي خلاص التقدم التكنولوجي والتجسسي الإسرائيل قدر يستاد مش حزب الله بس مش حصل ناصر الله بس لا ده والورا 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 طلعت بسطات تقولك الدور الدور مين اللي عليها الدور كل واحد يجي يمسك منصب أمين حزب الله في لبنان بيتقتل فصاحبنا ده قالك إسرائيل تغتال حسن خليل ياسين ساعة واحدة بعد تعيينه خليفة لحسن ناصر الله يا لطيف ما لحق يعود على كرسي يعني الراجل يدوب ساعة واحدة عمنا حسن خليل ياسين ده يدوب بعد ساعة الضرب طيب مات طيب الناس عايزيني قالك كل من عينه واحد يقتلو اللي بعده اللي بعده إبراهيم أمين قاله مش هنعمل تتويق هنقول إنه خلاص بقى بدون ما نعمل تتويق بدل ما يتضرب قبل التتويق بساعة فقاله إبراهيم أمين يمسك أمين حزب الله الراجل قال لهم لا أنا راجل دلوقتي كبير أنا راجل عايز أتعبد أنا ودوني إيران عايز أروح أتعبد لله سبحانه وتعالى هناك أهو أهو الراجل طبعا عن الأحداث الأمريكية قالك إعلامي لبناني إعلامي لبناني يقول القيادي في حزب الله إبراهيم أمين السيد يرفض تولي قيادة الحزب ويطلب السفر إلى طهران من أجل التفرغ للعبادة في إيران عايز الراجل يعبد ربنا شهداء بالملايين عالقودس رايحين ده أنت حتى ما قلتش عالقودس رايحين منتصرين بالملايين يا راجل ده أنت متوقع أنك رايح ميت ميت كنت قلت عالقودس رايحين منتصرين بالملايين مش عالقودس رايحين ميتين ميتين طيب لما نيجي اللي على الساحة وحصل طبعا في ناس كتير أنا ذكرت لبنانيين وسوريين وسعوديين فرحوا لحصل نصر الله لكن فيه طبعا اللي هو طلع أتباع حماسوة وأتباع حزب الله اللي هما الشهيد بقى حصل نصر الله طيب لما تيجي توازن الشعوب دي هنا قلت نصر أكتوبر والناس اللي كانت فيه والشهداء ده ده انت لو رحت في نصر أكتوبر تلاقي الساري بتاع الأطباء في نقابة الأطباء عدد الشهداء المسيحين الأطباء أكتر من عدد الشهداء الأطباء المسلمين في حرب 73 الساري عندكو وموجود في نقابة الأطباء عدد الأطباء المسيحين والضباط اللي تقتلوا في حرب 73 أكتر من عدد الأطباء المسلمين شهداء لا شخص شعراوة عايزها مسلمين حرب إسلامية لا تيجي بقى الوساخة والندالة لوحدة شغالة يمكن أكتر من 25 سنة في إزاعة فلسطين وشغالة تابعة قناة الجزيرة بتدخل وسط الأحداث تنقل ما يحصل في غزة وبتروح في الأقصى بتبكي على اللي بيحصل وبتروح لأهالي الشهداء في الفلسطينيين والأهالي الأسرة وتوسيهم شيرين أبو عقلة مسيحية مسيحية شيرين أبو عقلة مسيحية وكمان كانت بترسل القنوات إزاعة فلسطين كانت مسؤولة عنها وهي في صورة دي هنا في صورة هي وصل الحرب بتنقل مرسلة هنا رايحة لأحد أم أحد الأسرة بتواسيها بتواسي أم أحد الأسرة يعني كانت بتفهم في الأصول ورحت لها فيديو عندكم على اليوتيوب بكاء شيرين بباحات الأقصى شيرين أبو عقلة شيرين أبو عقلة كانت القوات الإسرائيلية داخلة في جنين عشان تقبض على إرهابي فلسطيني زي ما بيقولوا إرهابي فلسطيني فها كانت موجودة في المنطقة جتها رصاصة قتلتها طلع فيه اللي طلع يقول إسرائيل هي لأطلقت الرصاصة إسرائيل أنكرت إن الرصاصة من عندها قالت الفلسطينيين اللي أطلقوا الرصاصة الفلسطينيين اللي أطلقوا الرصاصة الإسرائيلين اللي أطلقوا الرصاصة أيا كان شيرين أبو عقلة أسل الشدد تخيل يا مؤمن إن اللي شغلت العمرها بتدافع عن القضية الفلسطينية اللي أنا من وجهة نظري قضية متفبركة مش كل الحق اللي تقال فيها تخيل ان هذه اللي دفعت عمرها تدافع عن هذه القضية المزعومة يطلعوا مسلمين فلسطينيين يقولوا ما تقولوا عليها شهيدة هاي دي ما مسلمة هاي دي مسيحية من الموران ايه ايهبل يا ابن لهبل ايهبل يا ابن لهبل انت قلت عليها شهيدة ولا ما قلتش عليها هو انت اللي هتدخلها الجنة او ولا غيرك اللي هيدخلها الجنة وتترحم عليها ولا ما تترحمش هو ترحمك هو اللي هيدخلها في الجنة يعني على اخر الزمن اهل السلام والمحبة مستنين الترحم من اهل الاجرام والانتقام واهل الدم دي تبقى هزلت تبقى هزلت والله والله يتبقى هزلت حزب الله لما قال كلمة المقاومة الإسلامية في لبنان همش المسيحيين عشان كده ما اكدر رومي في كلمتها لما قالت أنا أشهد لبير وقردت لبير وقردت لأنطوان وما الأشهد لمين؟ أشهد للي بيتبحونا من الوريد للوريد عندها حق حنشهد لقتله لا لكن الأظهر وحماس والإرهابيين واللجان الإرهابية اللي بيتجيب لها في الكومنتات عايزان لأ نقول عليهم كده وإلا نبقى إحنا إحنا المتعصبين وإحنا اللي طائفيين وإحنا الإرهابيين وإحنا اللي طائفيين وقال يعني إحنا ما عندناش لسان نرد بي بسأل نفس السؤال مرة تانية وتالتة وربعة إذا كان في بلدي مصر بفكرة حماس وفكرة حزب الله اللي هو فكرة الأظهر تختطف بنات المسيحيات ويتم إرغامهم على الإسلام ويتم خطف المسيحيين أيضا وخطف قصري وإخفاء لإجبار المسيحيين على الإسلام وعندكم قصص كتيرة تناولوها الكثيرين غير موجودة عن ناس مخطوفة دلوقتي لإجبارها على الإسلام وتزوجها من المسلمات ومين بيقوم بده بأمن الدولة اللي بيستند على تعليم الأصهر اللي هي تعليم داعش اللي هي تعليم حماس اللي هي تعليم حزب الله هل تطلب مني أتعاطف مع حماس أو حزب الله دلوقتي؟ وأنا عندي نموذج بيحصل أوريدي في بلادي؟ تعاطفي مع حماس أو حزب الله يبقى هو نفسي بتعاطف مع الجماعات الإسلامية الإرهابية اللي قاتلت شهدائنا في دير من السموئيلي أو اللي قاتله ابن خالي شهد مين عبود قدام كنيسة العريش أو التفجيرات اللي حصلت في كنيسة القديسين اللي لترعس السنة حتى لو كانت بتنظيم جهاز أمني داخل الدولة بيؤمن بفكر داعش وفكر الأزهر تطلب مني أتعاطف معك بصفة إيه؟ أتعاطف معك تعاطفي مع حماس أو حزب الله يبقى هو نفسي بتعاطف مع الجماعات الإسلامية الإرهابية اللي قاتلت شهدائنا في دير من السموئيلي أو اللي قاتلوا ابن خالي شهد مين عبود قدام كنيسة العريش أو التفجيرات اللي حصلت في كنيسة القديسين اللي لترعس السنة حتى لو كانت بتنظيم جهاز أمني داخل الدولة بيؤمن بفكر داعش وفكر الأسر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر